جهود متواصلة من الدولة لجذب ودعم الاستثمارات بما يزيد من حصة القطاع الخاص بالاقتصاد الكلي تشمل هذه الجهود إجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتوسع فيها مع ضمان المنافسة العادلة ومكافحة أي ممارسات احتكارية أدركت مصر مبكراً أهمية مشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وحرصت الدولة على دفع هذا القطاع نحو تبني معايير الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمي لتحقيق أثر فعال الدولة توفرت مناخاً داعماً للاستثمار من خلال إجراء تعديلات تشريعية تستهدف تشجيع المستثمرين والقطاع الخاص مع التركيز على ضمان عدالة المنافسة وحماية مصالح المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو سلبية كما دعمت القطاع الخاص في مجال الطاقة للمشروعات الانتاجية وسداد متأخرات دعم الصادرات بالإضافة إلى ما يتم من تطوير شامل وميكان في منظومتي الضرائب والجمارك وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقت في يونيو 2022 وضعت هدفاً لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65% خلال ثلاث سنوات في ضوء استكمال الإصلاحات الهيكلية الوثيقة تضمنت إطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية وخصوصاً الحوافز الخضراء وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنفسي ومن جهة أخرى يحصل القطاع الخاص على أوجه دعم من خلال الضمانات والاستشارات الفنية وخطوط الاقتمان وتعد أبرز القطاعات المستفيدة من السياسات التحفيزية لمشاركة القطاع الخاص قطاعات الصناعات التحولية والتمويل والبنية التحتية والخدمات وعلى مدار سنوات ماضية شهدت الساحة نماذجة لشراكات في مجالات السياحة والصحة والزراعة والصناعة والنقل والتعليم والبنية التحتية والبناء والتكنولوجيا والمشروعات متنهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسواق المالية والطاقة ويعد مشروع تطوير رأس الحكمة بشراكة إماراتية نموذجاً ليس ببعيد عن المشاركة مع القطاع الخاص باستثمارات قدرت بـ 150 مليار دولار من خلال مدة تطوير المشروع تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية وفي نهاية المطاف تستهدف الدولة من تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية توفير فرص العمل وتحسين حياة المواطنين وخلق الحلول للتحديات التي تواجهها التنمية